مساء الخير سهم زوم تراجع بأكثر من 90% تقريبا من أعلى مستويات قياسية وصلها عند حوالي 500$ أمريكي قبل تقريبا 3 سنوات إلى مستويات 60$ أمريكي حاليا والآن سهم زوم يعتبر ضمن أرخص أسهم التكنولوجيا وأقلها ثمنا خاصة في مجال عمل هذه الشركة والسؤال المهم اللي بتساءل فيه الكثير من المستثمرين هل سيعود سهم زوم للارتفاع مرة ثانية إلى المستويات القياسية السابقة يعني هل الاستثمار في سهم زوم الآن من المستويات الحالية ممكن يحقق لنا أرباح ما بين 8 إلى 10 أضعاف رأس مالنا هذا السؤال بدنا نجاوبه في فيديو اليوم وبدنا نحدد هل سهم زوم من وجهة نظري الشخصية على الأقل يمثل فوصة جيدة للاستثمار أو لا في البداية خلوني أذكركم بطبيعة أعمال شركة زوم هذه الشركة هي شركة أمريكية تمتلك تطبيق زوم الشهير اللي بإمكانك مستخدمين تحميله بشكل مجاني على أجهزة الهواتف الخلوية أو أجهزة الحاسوب وإجراء المكالمات التي تعتمد على شبكة الإنترنت مع بعض أو الـ Virtual Calls المختلفة طبعا يعتبر تطبيق زوم الأفضل ما بين كل التطبيقات المختلفة التي تعمل في هذا المجال لكن مصدر دخل زوم الحقيقي هو دخل زوم القادم من الشركات والتي تعتمد على زوم بهدف إجراء مقابلات العمل اليومية ما بين الموظفين المختلفين اللي ممكن يكونوا بيعملوا في مدن مختلفة أو دول مختلفة أو ببساطة موظفين لا يريدون العمل من المكتب بدهم يعملوا من المنزل وطبعا هذه الظاهرة انتشرت بدرجة كبيرة خلال السنوات الأربعة الأخيرة أيضا يستخدم هذا التطبيق بهدف إجراء مقابلات ما بين موظفين ما بين شركات مختلفة لأنه بيسهل على الموظفين إجراء هذه المقابلات دون الحاجة أنك تغادر مكتبك وتتوجه إلى مكتب هذه الشركة وما قد يحملوا طبعا من تضيع للوقت والجهد بالنسبة لموظفي الشركات المختلفة وطبعا نصدر دخل شركة زوم الأساسي هي العقود الحصرية التي توقعها شركة زوم مع الشركات بهدف أن تستخدم الشركات تطبيق زوم كالتطبيق الرئيسي لتواصل ما بين الموظفين في المكالمات المختلفة أو في المقابلات virtual calls أو virtual meetings المختلفة إذا نضعنا طبعا إلى آراء المحللين بالنسبة لهذا السهم نقدر نحكي تقريبا على tip ranks في 24 محلل بتابع هذا السهم 6 اعتبروا فرصة شراء 16 اعتبروا هولد و2 اعتبروا سل المحللين مختلفين بالنسبة لآراءهم في سهم زوم لكنهم تقريبا يجمعون بأن السعر الحالي للسهم هو سعر متدني لأنه ما بين المحللين المختلفين معدل السعر الذي يعتقد المحللين بأن هذا السهم سيصل إليه هو حوالي 77 دولار يعني ارتفاع بحوالي 30% من المستويات الحالية في محللين بيعتقدوا بأن هذا السهم خلال 12 شهر القادم سيصل إلى مستويات 60 دولار وهي المستويات الحالية منهم من يعتقد أنه سيصل إلى مستويات 95 دولار يعني ارتفاع بحوالي تقريبا 50% من المستويات الحالية والمعدل عند حوالي 77 دولار أمريكي بسيكنج ألفا المحاللين المتفائلين في هذا السهم بيعتقدوا بأن هذا السهم هو فرصة جيدة للشراء من المستويات الحالية والكوانت يعتقد أيضا بأن زوم فرصة جيدة للشراء من المستويات الحالية إذا أخذنا البيانات المالية لهذا السهم نقدر لاحظ بأن زوم على عكس كل أسهم التكنولوجيا اللي عادة تصنف على أنها أسهم نمو ويقالفها في أنها شركة معدلات النمو فيها متدنية بشكل كبير جدا لكن في نفس الوقت معدلات ربحية فيها مرتفعة وطبعا هذه الخصائص بالعادة تعتمد عليها أسهم القيمة وليست أسهم النمو لو طلعنا على إرادات شركة زوم نلاحظ بأنها تقريبا خلال السنوات الأربعة الأخيرة ارتفعت من حوالي 4 مليارات و200 مليون دولار إلى حوالي 4 مليارات و500 مليون دولار وبتعتقد الشركة أنها ستحقق نمو بحوالي 1.6% خلال السنة الحالية بحيث ترتفع هذه الإرادات إلى 4.6 مليار دولار أمريكي وبالتالي نمو الإرادات متدني جدا بالنسبة لهذه الشركة أما بالنسبة لربحية السهم الواحد فتعتقد هذه الشركة بأن ربحية السهم ستتراجع خلال السنة الحالية من حوالي 5 دولارات و20 سنت إلى حوالي 4 دولارات و90 سنت للسهم الواحد احنا نتحدث اليوم على ربحية مرتفعة وبالتالي مكرر سعر السهم مقابل الربحية أو الـ PE ratio تقريبا يقف عند مستويات الـ 12 مما يجعل من سهم زوم متدني جدا أيضا القيمة الدفترية أو البوك فاليو بالنسبة لهذا السهم واللي هي مجموع قيمة موجودات هذه الشركة تقريبا حوالي 26 دولار مما يجعل سهم زوم فعليا يتداول عنده مستويات متدنية في مقابل القيمة الدفترية لأنه الـ P to P ratio بالنسبة لهذا السهم تقريبا تقف عنده مستويات الـ 2 ومكرر سعر السهم مقابل المبيعات يقف تقريبا عنده مستويات الـ 4 وعاما مما يجعل سهم زوم بشكل عام من أقل الأسهم من ناحية السعر طبعا لو طلعنا على هوامش الربحية هوامش الربحية الحالية مرتفعة بالنسبة للسهم زوم هوامش الربح المبدئي أو الـ gross margin حوالي 79% هوامش الربح الصافي حوالي 14% واللي في النهاية تعتبر هوامش الربحية مرتفعة بالنسبة للشركات المنافسة قيمة الشركة السوقية حوالي 18 مليار دولار تمتلك سيولة في محفظتها بحوالي 7 مليار دولار وتقريبا الشركة ما عليها أي مديونية مما يجعل من ميزانية شركة زوم واحدة من أفضل الميزانيات الموجودة حاليا في الشركات المختلفة إجمالا اللي بيطلع على أرقام شركة زوم بيلاحظ بأنه يمكن نقطة ضعف زوم الوحيدة هي معدلات النمو المتدنية جدا فيما يتعلق في إيرادات هذه الشركة طيب لماذا معدلات النمو متدنية جدا؟ هذا بيأخذنا لنقطة مهمة والهي المنافسة اللي بتواجهها شركة زوم اليوم زوم وإن كانت الشركة الأكبر من ناحية الحصة السوقية في تطبيقات الـ Virtual Meetings والـ Virtual Calls في أمريكا إلا أنها تواجه منافسة قوية جدا من شركتين الأولى هي مايكروسوفت من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز واللي بسبب قوة مايكروسوفت التي لا يمكن مقارنة أي شركة فيها عندما يتعلق الموضوع في مجال الشركات أو الـ Enterprises فعليا مايكروسوفت كان عندها قدرة كبيرة جدا على فرض تطبيق مايكروسوفت تيمز بالبداية بالمجانة على الشركات في فترة الـ 2020 والـ 2021 ثم بعد ذلك بربط مايكروسوفت تيمز بمايكروسوفت أوفيس بحيث يتم بيعها للشركات على شكل حزمة واحدة بسعر واحد موحد بحيث يصبح مفوض على الشركات استخدام مايكروسوفت تيمز هذا يمكن مايكروسوفت من تحقيق معدلات قوية جدا في النمو في مبيعاتها عندما يتعلق الموضوع بمايكروسوفت تيمز وهذا إجا طبعا على حساب شركة زوم أيضا الشركة طبعا بتواجه منافسة من شركة أخرى كبيرة واللي هي شركة إسلاك لكن فيما يتعلق في الحصة السوقية المنافسة الحقيقي لزوم حاليا هو شركة مايكروسوفت من خلال مايكروسوفت تيمز الخبر الصار طبعا لمستثمرين شركة زوم أن المحاكم الأوروبية أجبرت مايكروسوفت على فسخ إجبار المستخدمين على الربط ما بين شراءهم لخدمات مايكروسوفت أوفيس لشراءهم بخدمات مايكروسوفت تيمز مع بعض وأصبحت خدمات مايكروسوفت تيمز في أوروبا خدمات منفصلة بإمكان المستخدمين أن يقوموا بشراءها بشكل منفصل أو أن لا يقوم بشراءها لما يشتروا خدمات مايكروسوفت أوفيس المختلفة هذا طبعا سمح للتطبيقات المختلفة مثل مثلا تسلاك أو أيضا زوم بأن تبدأ بالانتعاش مرة ثانية لأنه لو استمرت مايكروسوفت في ممارساتها الاحتكارية كانت على الأغلب ستحتكر القطاع بشكل كامل طبعا هذا الشيء نفسه بدأ حاليا يحصل في أمريكا لأن مايكروسوفت قررت أن تتجنب قضايا الاحتكار وأن تسمح للمستخدمين بعدم إجبارهم على شراء مايكروسوفت تيمز لما بيستخدموا تطبيقات مايكروسوفت المختلفة مما ممكن زوم على الأقل من أن تحقق ولو درجات متدنية من النمو في إراداتها لأنه لو ما صار هذا الإشي كان ممكن زوم ممكن تنتقل إلى تحقيق الخسائر أو التراجع في الإرادات أما التحدي الثاني المهم لبواجهة زوم هو أن الشركة استفادت بشكل كتير كبير من بقاء الموظفين في منازلهم عمل الموظفين من المنازل سواء طول الأسبوع أو لأيام محددة أو لأيام محددة من السنة لكن الكثير من الشركات حاليا خاصة في أمريكا بدأت تنهي سياسة العمل المرن والتي تسمح للموظفين بالعمل من منازلهم وبالتالي أصبح الموظفين مجبورين على العمل من داخل المكاتب والشركات وهذا طبعا قلل من استخدام الموظفين لتطبيقات زوم طبعا هذا لا يعني بأن هذه التطبيقات توقف استخدامها لكن تراجع استخدامها بشكل كبير عما كنا عليه في سنة 2020 و2021 لكن في المقابل زوم طورت من أعمالها خلال السنوات الأخيرة وفي بعض المميزات المهمة التي قد تساعد الشركة في أن تتقدم إلى الأمام أهمها أن الشركة أعلنت عن خطة لشراء السهمها بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار يعني تقريبا 7% من أسهم الشركة الحالية اللي عددها حوالي 300 مليون سهم طبعا شراء الشركة الأسهمها يعني ربحية أعلى للسهم الواحد ويعني طبعا اتفاع إضافي في سعر السهم النقطة الثانية المهمة استثمار زوم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطويرها لخدمات الجينيراتيف AI من خلال إطلاق لغة خاصة فيها اسمها كلاودي 3 أيضا بالإضافة لذلك أطلقت زوم خدمات مثل مثلا زوم AI companion أو زوم scheduler وغيرها من الخدمات الذكاء الاصطناعي التي جعلت من تطبيق زوم أفضل تطبيقات الاتصالات عن بعد أو virtual calls التي يزدم استخدامها حاليا النقطة الثالثة المهمة أن زوم تربطها حاليا علاقات قوية بميتا وبأبل بحيث تسعى زوم لأن تصبح أهم الشركات التي تستفيد من خدمات الواقع المعزز والواقع الافتراضي عندما تصبح هذه الخدمات حقيقية خلال السنوات القادمة أو بين قوسين بشكل عام الميتافيرس عندما تبدأ الشركات باعتمد على الميتافيرس في إجراء مقابلة العمل المختلفة لأن هذا الإشي ممكن يساعد زوم في أن تقوم ببيع خدمات أكثر بالنسبة للمستخدمين النقطة الرابعة المهمة أن زوم أطلقت خدمات زوم كونتاكت سنتر ولي بتمكن زوم طبعا من منافسة الشركات التقليدية في مجال خدمة العملاء هذا طبعا بمكن زوم من الحصول على دخل إضافي وتمكن زوم طبعا من بيع مجموعة من الخدمات للشركات بحيث تحافظ زوم على علاقاتها القوية بالشركات المختلفة وبالتالي في عنا مجموعة من الميزات عند الاستثمار في هذه الشركة وفي عنا مجموعة من السلبيات يمكن أقوى الميزات هي قوة ميزانية شركة زوم وأيضا أن سعر السهم الحالي متدني جدا بالمقارنة بربحية هذه الشركة وإذا استمرت الشركة في تحقيق معدلات الربحية العالية الحالية على الأغلب ستستمر الشركة إما في التوسع في عمليات شراء أكبر لأسهمها أو ستقوم بمنح أرباح نقدية للمستثمرين هي حاليا لا تقوم بتوزيع أي أرباح نقدية بالمناسبة أو ستبحث زوم عن الاستحواذ على شركات أخرى منافسة لها مما يمكنها من التوسع أكثر وتقديم خدمات أكبر للمستثمرين إما هذه الخدمات ستكون مكملة لخدماتها الحالية بالنسبة للشركات أو ستكون بعض الشركات الأخرى المنافسة لها هذا بيأخذنا عشان ما نطول عليكم إلى الجزء الأخير واللي هو رأيي الشخصي في الاستثمار في سهم زوم أنا أعتقد أن هذا السهم فعليا سعره الحالي متدني جدا لكن أنا بصراحة متخوف من الاستثمار في هذا السهم رغم أنه سعره الحالي متدني جدا بسبب أن الترند العام أو التوجه العام للشركات هو تقليل الاعتماد على العمل المرن أيضا المنافسة مع مايكروسوفت هي منافسة صعبة جدا وأخيرا لأن الشركة تتوقع خلال السنة الحالية معدلات نمو متدنية جدا تقف عند 1.6% وبالتالي أنا شخصيا مش متحمس بدرجة كبيرة للاستثمار في سهم زوم أنا أعتقد بأن هذا السهم ممكن أن يرتفع أكثر من المستويات الحالية وهو فعليا تقريبا يصل إلى القاد لكن أعتقد بأنه بعد سنة من الآن على الأغلب توقعات المحللين ستكون صحيحة وممكن نشوف هذا السهم يوصل لمستويات 75 إلى 80 دولار أمريكي يعني ارتفاعات ما بين 25 إلى 30% مش أكثر لكن المخاطرة الموجودة عند الاستثمار في هذا السهم بالنسبة لي لا تزال مخاطرة مرتفعة وبالتالي الأكيد أن سهم زوم لن يعود إلى مستوياته السابقة عند الـ 500 دولار في أي وقت قريب ولا حتى يمكن بعد 10 سنوات من الآن الأكيد أن زوم لن يحقق أي مضاعفات عند الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمارين وأنا أعتقد أن زوم في أفضل الظروف سيحقق عائد مقارب للعائد عند الاستثمار في ETF مثل مثلا الـ QQ اللي بيستثمر في أكبر أسهم التكنولوجيا لكن طبعا بمخاطرة أقل وبالتالي أنا أعتقد شخصيا أن مايكروسوفت وCRM هي استثمارات أفضل من زوم عند المستويات الحالية للشركات الثلاثة أتمنى أني غطيت ساهم زوم اليوم بشكل مختصر أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم أتحدث فيه على ساهم الجديد يرد تكتبوا لي في التعليقات هذا الفيديو أي أسهم بتحبوا أن أتحدث عنها خلال الأسبوع القادم